السلام عليكم مرحبا بكم في قناتي لتعليم الرانضة اليوم سوف نبدأ معكم أساسية الرانضة والتي لقيتها سواء أنا أو أي قناة سوف تصور بهذه الطريقة وكتوضح لكم وكتقرب لكم الشاشة غير تبعوها والله يوفقني ويوفقها سوف نبدأ إن شاء الله كما تشوفي هاتطرف هاته أنا كنفصل غير لفوق بحل شكل الجلابة كما تشوفي هاته هنا ماشي جلابة من نسبة الأخوات لك يقول يا كملي معنا الخدمة في الجلابة هاته كما تشوفي على شاختي كنخلي لك الرقم هنا باش إن شاء الله من انتي تبقي الخدمة وتعرفي لها وتبغي تبقيها في الجلابة ديالك كتواصلي معايا وكنبدأ معاك إن شاء الله البياسة ديالك من الأول تلخر هاته كيبقى علي تقليد غير انتوما لما بغيت جزمة التواصل معايا جلابة كما تشوفي كما قلنا غادي تجي هنا في الفتحة ديال العنقية الأولى غادي تخلي ثمانية سانتيم أولى سبعة سانتيم بحال هكاية ثمانية أولى سبعة ما عندكش مترو ديري غاية ديالك حال هكاية وعلمي هنا بحال هاته اللي علمي بستيلو وانا كان حدي يستيلو هوا اللي علمي غير في المسند بحال هكا وتبدا إن شاء الله اقرب لكم الصورة بعد ما كتشدي هنا يا من عند العنق فتحة ديال العنق احتل تحت على طول الجلابة كتشدي واحد سانتيم من هاتطرف ومن هاتطرف حالكا كتكففين بها الطريقة كيف تكون بحاله كي ما تكونش ضربة هنا وضربة هنا لاني تتكفف توكل عفضور في الرنطة خصوصا المبتدئات خصوصا المبتدئات خصوصا ضروري هاتوب ينبلوب هاتطريقة هاتي كفوه بحال هكا غاجي لهاديك بلاسة اللي علمتي فيها سبعة سانتيم او لثمانية سانتيم ركزي معي أختي الخيط مبروم على ثلاثة الشعرات والإبرة النمرة خمسة غاجي أختي بحالكا و بسم الله ضربي هنا في هاتطرف اللي عندك هنا جيت فين بركانتي تخرجي بحالكا في رأس الخيط بهالطريقة هاتي الخيط اللوحي لهيه وفي نص الوقت تشديه بليد اليسرى وركزي معي شوفي أنا غنبقى بشوية نشوك بشوية شوية غدير انتي ليحال هي جيت في مسر حرج ليك وفي نص الوقت تشده بيدك اليسرى بحالكا غاجي هنا بما تبعديش بزيف وتضربي بحالكا في توب وتخرجي في الدائرة اللي هنا قدامك دابا الخيط راح فوق إيدك اليسرى وشده بحالكا غاجي بها تضربة وهذه تخرجي الإبرة وتشدي هاد الخيط اللي في اليدك اليسر تحطيه بحالكا فوق الإبرة وصافي الإبرة تخرجيها نحتي معي دابا الخيط ها هو جيت لي من ديالك وحاجي بحالكا وهنا هي كتبا لك واحد العوينة ها هي ها هي في كتبان تنتيها تكون بانت لك ها ديك أختي عقلي عليها الخيط هرا جيت هنا جيت في مسر حرج ليك غاجي بحالك كبيدك ليسرى وغاجي لها ديك العوينة التي تشوف فيها ها جيت خرجي فيها بحالك وتخرجي في الخيط هنا دابا الخيط جيت ليسر خليت معك وشوفي معك هاد العوينة ها هيك أختي خرجي في الإبرة وشد الخيط لليشات دهنة بليسر وحطي فوق منها وصافي خرجي الإبرة ديالك خلي الخيط تمايا جيت لي من وشوفي لها هاد العوينة ها هي ها هي اخرجي فيها بحالك الإبرة وهذا الخيط ترضيه بحالك تشديه بليسر اخرجي فيها و تلوحي الخيط فوق الإبرة و تخرجي الإبرة و تحصل على الخيط البيب قام بحالك في المصر يتم بحالك في الوقت قام بحالك أخرجي فيها و تلوحي الخيط و تلوحي الخيط لك وهذا يدعي فيها و تلوحي الخيط في قبل قليل أخرجي فيك و تردي الخيط لك وضع نظرة العوينة وضع الخيط فوق الإبرة وضع الخيط وضع نظرة العوينة وضع الخيط فوق الإبرة الخيط او الثاني جاية اللي صر ديالك تجيل هذه العوينة هذي تخرجي فيها وتشدي الخيط تحطيه بحال كفوق الابرة وتخرجي الابرة هذه العوينة مرة تكون هنا و مرة تكون هنا تجيل الخيط تم و نحسب اختي واحد جوش ثلاثة اربعة خمسة انا محتاجة في هذه الخضيمة غير خمسة ان شاء الله بنيت علمينا مزانيك الساعة تقدري تخدمي تحضاعش مهم هذي هو اساس ديال البناية كيفاش تبني اه الغريزة في حال كدير الرانضة تبعنا خمسات العوينات كم حسبنا تقضيها نشان ما هد طرف ديال التوب جيت في مسر حاج لك تلوح الخيط على الاسر ديالك بحال هك و تجي هاد البلاسة في كل الخيط بحال هكا هانتي لاحظي معي كتضربي بحالك في التوب ما كتاخديش في توم زيان كتضربي بحال هكا و كتخرجي في هاد دائرة اللي عندك هنا هانتي ركزي معي بشوية بشوية بحال هكا تضيري بحال هكا تضيري هات الصبع عندك بحال هكا تلوحي دابا الخيط اللي هي جيت في مسر الحاج لك و تجي لهاد العوينة هادي هادي اختي تخرجي فيها بحال هكا الابرة وتخرجي في هادك الدائرة اللي كينا عندك هنا هاتي اشتي هاتي بحال هكا تخرجي الابرة هاتي تردي دابا الخيط جيت ليصر ديالك و تجي هنا في هاد في التوب هنا ما تبعديش بزاف كتبعدي بدقة برا و كتضربي بحالكا في التوب ما كتشديش بزاف كيمكتلك وتخرجي في هاد دائرة هنا هالكا و تخرجي من هاد الدائرة اللي عندك هاتي ما كنزل بموالو بشوفي طريقة للي أساسية الراندا هي هادي كما كتلو في اول فيديو إلا تعلمتي هاد الخضيمات بحالك هاد دقة بحالكا كيفاش تبني هاد البناء هذا و كيفاش تخدمي علي راك تعلمتي الراندا سمعون يا اخوتاتي المتتبعات ركزوا معايا دقة دقة لا تنسوش لي لي لايك و اما رحبا بك حتى انتي اختي العاد كتشوفي هاد الفيديو كيفاش تديري كاتلوحي الخيط جيت في مسر حرج لك و كاتبدي ان شاء الله تخدمي في هذه العوين اللولة هي هادي بهذه الطريقة هادي والخيط ركي ليحا هنا هالعوين اللولة والخيط ليحا لهيه ثانية و كاتكحزي بحالكا بحالك كاتجي باحد اختها الثانية كاتقر بها هادي اللي حدها اشتي الخيط مليوحي لهيه ثالثة الخيط لهيه الرابعة و الخيط مليوحي لهيه الخامسة لاحظي طريقك باش ندير الخيط باش هاد نظري زاد كل واحدة كاتجي باحد اختها كاتخلي غير دقة البرافين ترجعي ما كاتخليش هنا العرض إلا دابعة شنو غادي تلوحي الخيط اللي هيه هني تكمكتي و تجي هنا ما تبعديش في هذه الدربات و ما تبعديش كاتبقي في قياس واحد و ما تشديش في التوب هنا مزيان كاتشدي غير شوية كاتضربي بحالكا وتخرج هنا في الدائرة الخيط عود تاني كاتردية عندك و كاتجي لهاد خمسات العوينات بهذه الطريقة كاتف خمسات العوينات و كاتقل اجتماعي في دقيمة lateral و معينة ذاهاك خمسات العوينات ف Mechanic هذا هو الطريقة التي قمت بها وشاركتها معكم لكن بعد أخوات قمت بإضافة قمت بإضافة قمت بإضافة قمت بإضافة قمت بإضافة قمت بإضافة هاد خمسات الغرزات بحركة. اشتو? ما عاش راش هاد اللون كانت لي وضح ليه شوية. بيتو مشعشع. هانتو مشتو? الخيط نهيه. وانتي غادة بحركة. هالطريقة هتبقى مكمل اختي. قدر بس توب. هات. تردى الخيط عندك. وانتي مستمرة بحل الكاية. هادين نخدم شوية. وغادين شاء الله نوريكم كيفاش. اختياركا نخدم. وهنا كما تشوفي بقليل خيط صغير. غادي نوريك نسبة المبتدئات كيفاش تدفني الخيط و تدري خيط خور. هانت. ضربة بحل الكاية هادي. نص طريقة للاكتغادية بها. وغاد يجي هنا يا فين فين دابة اكتغاد ضربة بحل هيك. غاد يجي الضربة بحل هيك. غاد يجي الضربة بحل الكاية في هذه الحافة عادي هانت شوفي. بحل الكاية عادي. وتخرجي الإبرة هنا اشتيا. وكاتركبي خيط آخر. وتجي بحل الكاية في هذه البلاسة اللي دربتي فيها الإبرة بجفنتي الخيط كما كاتلاحظي. وتخرجي بحل الكاية و تدري خيط خور. وتبقى عيغادية على هاد الحمسات. غرزات تخدميهم وتحطي ان شاء الله تريف ديالك. وتسنينين نحط لك الجزء الثاني ان شاء الله. من انت خدمين كيفاش تزوقي هاد. هاد خمسات نغرزات بحل الكاية. هاد الخضيماك اتجي من الفوق اللي تحت. انا اللي بغيتكم ان تعرفوه هو كيفاش تبنو هاد هاد الاساس يا رانضا. اللي تعلمت بحل الكاية الهادية و صفة طوالية في الرقم اللي كاتشوفه. هادي ان شاء الله و يجي ان شاء الله في للحقاء. لان شاء الله تتخدمي جلا بيتك و بيدك ان شاء الله. ها انت يا اختي. كي بقى هاد الغرزات كما كاتشوفي بحل صندوق فوق صندوق ها انت. وما خصش يكون الفج هنا. باش ما يكونش الفج هنا. تقوبة هنا تكون تقبة. خصك دي يما بني تخدمي بحل كاشي. وارزة بحل هيك. وترجعي تخدمي الثانية. حداها. ها انتي كي تديري. كما قلت لكم. دي ما الخيطك حزي بحل كاه. بحالة هادي كدقول لاخرى كحازي نجي نبركح داك. ها انت وما اخواتاتي ضحكوا معايا شوية. وخدموا برتاحين. ما تخدموش معصبين. لان رانضا ما خصكش تعصبين مع اختي. ها انت. بني كتضربة واحدة. قد دي احد اختها باش تقول لها جين بركح داك ها انت. وهنا هي كنقول لكم اخواتاتين تلاقوا ان شاء الله. فا تتم ما دي الجزء دي حطيت لكم البارح. وبشوية بشوية ان شاء الله. اي وحدة تلبط فيكم شي طالب. غادي ان شاء الله لبي غير صبروا لي شوية. وانا معكم مع دمتمتم ومعايا. مع السلامة الى فيديو جديد ان شاء الله. اشتركوا في القناة